وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ إذا كنت أقرأ القرآن ثم جاء شخص وسلم عليه هل أرد عليه السلام أم أكمل الآية أكمل الآية ثم رد عليه السلام واللي يقرأ القرآن لا يشرع السلام عليه لأن هذا يشغله ويقطع عليه القراءة فإذا فرع من القراءة سلم عليه